اشتركوا في القناة وخلال المؤتمر أكد سعدة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدورة المحورية الذي تلعبه اللجان العشر الدائمة في إطلاق مجموعة من التوصيات حول القضايا والموضوعات التي تتصل بواقع ومستقبل القطاعات الاقتصادية وقال ناس إنهم يتطلعون إلى تحقيق نتائج ملموسة تجاه كافة القضايا الاقتصادية على جميع المستويات لا سيما وأن البحرين بصدد صياغة رؤيتها الاقتصادية 2050 وبدوره لفت السيد وليد كانو رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية أن المؤتمر في نسخته الماضيتين استطاع تحقيق نجاحات انعكست آثارها سريعا على مختلف مكونات القطاع الخاص التمكنت من تقديم عدد من المبادرات الداعمة لاستدامة القطاعات منذ تشكيلها وإطلاق خطط عملها في يناير 2022 ومن توصية المؤتمر الدعوة لتهيئة البيئة الملائمة للمحافظة الاعتمانية للبنوك لتسهيل دعم المعاملات الاعتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد أولويات دعم القطاعات الواعدة والدفع لخلق شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المصانع الكبيرة لتشجيع الصناعة المحلية والإسراع في تنفيذ التصنيف الاعتماني للشركات والمؤسسات وذلك لتحديد وضمن السيولة الخاصة بهذه المؤسسات وإنشاء مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة ضمن مناطق حرة معفية من الضرائب مزودة بكافة المرافق والتسهيلات وعلى هامشي مؤتمر اللجان الثالث الفين واربعة وعشرين أعلنت غرفة البحرين فوز خمس شركات من الفئات الخمس من النسخة الأولى لجائزة جدارة بالإضافة إلى خمس شركات تأهلت للمرحلة النهائية من أصل إحدى وخمسين شركة تنافست على الجائزة حيث ترتكز الفئة الأولى على ولاء المتعاملين والثانية حول بناء القدرات أما الفئة الثالثة فتركز على الاعتمادية والثقة والفئة الرابعة تم تخصيصها للتحول الرقمي أما الخامسة فهي للابتكار وجودة المنتجات الغدائية وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الممارسات المتميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمرس أنشطتها في البيئة التجارية البحرينية تمر دورة أن يعطي نوع من التنفس للأعضاء الغرفة والتجار ليدفعون برآراءهم ونكسب كثير من المخترحات منهم ونكونها ونحورها على أساس توصيات ونقدمها إلى السلطة التنفيذية وكذلك هذه الفرصة الوحيدة لأعضاء الغرف أن يتواصلون مع مجلس إدارة الغرفة جدارة هذه طبعاً دورها نوع من التحفيز للشركات لتطوير نفسهم بنفسهم مجتمعين عشان نشهد نسخة ثالثة من مؤتمر السنوي للجان القطاعي العشرة مؤتمر مهم جداً تم فيه مناقشة أمور كثيرة هموم القطاع الخاص بحيث نحن نطرحها بآلية معينة وعندنا جمنا الخبراء اللي تحدثون فيها خلال ثالث جلسات مهمة حوارية كل جلسة فيها جانب تشريعي فيها بعض التجار فيها بعض الأكاديميين فعندنا خبرات كثيرة نبي نستفيد منها في بعض التوصيات وبعض الأمور المحتاجين أن ننفذها في البحرين ونسأل تحقيقها على سبيل المثال وجود بيانات ومعلومات متاحة للمستثمر على سبيل أعداد الطلبة إذا بيبني مدرسة مثلاً في منطقة معينة يحتاج يعرف أعداد الطلبة أعمارهم يحتاج يعرف الطلبة اللي بيروحون إلى مدارس خاصة اللي موجودين راحين لمدارس خاصة واللي راحين للمدارس العكومية هذا بتعين المستثمر أن يكون هذا المنطقة صحيح جاذباً للاستثمار أو لا مشروع أغورا طبعاً هو عن استيراج وتصدير منتجات ينانية للبحرين والخليج الجالزة اليوم كانت عن اللويلتي بروغرام اللي احنا بنيناه علشان نواصل على أن الزبون يكون من أفضل الخدمات حق الزبون من طرف اللويلتي بروغرام اللي احنا عملناه احنا طبعاً مطاعم ينانية ومنتجات ينانية موجودة بالبحرين وبالرياض السعودية وبالإمارات وبنينا احنا نفسنا نفس البروغرام اللي يحث على الزبون اللي يتواصل معنا حصد بنك البحرين للتنمية مؤخراً جوائز عالمية مرموقة ضمن جوائز مجلتي نظير الأداء المتميز للبنك في مجالات عديدة منها الحلول الرقمية وتمكين المرأة للحديث أكثر حول هذه الإنجازات المشرفة يسر أن تنضم معنا في الستوديو السيدة دلال الغيس الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية مرحباً بك استاذ دلال في النشرة الاقتصادية أهلاً وسهلاً طبعاً شرفني اليوم وأنا أكون في النشرة الاقتصادية أعكس شيء بسيط عن إنجازات بنك البحرين للتنمية الشرف لنا أستاذ في البداية يعني لو تعطينا نبذة حول بنك البحرين للتنمية والغرض ضمن تأسيسه طبعاً بنك البحرين للتنمية تأسس في عام 1992 كأول بنك مختص لتوفير حلول مصرفية حق الشركات الناشا والصقيرة والمختصة والأزال اليوم هو البنك الوحيد المختص في المملكة يوفر هذه الحلول الرقمية أو الحلول المصرفية وطبعاً هذه إيماننا بالدور اللي يلعبون هذه الشركات على القطاع ككل وعلى الاقتصاد ككل في مملكتنا مؤخراً أستاذة يعني حصلتم على جوائز مرموقة من مجلات عالمية نبارك لكم هذا الإنجاز في البداية ولو تحدثينه يعني عن نبذة عن هذه الجوائز الله يبارك لك طبعاً هذه الجوائز هو فخر كبنك البحرين التنمية وهذه ما هو الانعكاس على مدى دقة الاستراتيجية اللي وضعت من البداية وهذه طبعاً فخر حق مجلس الإدارة حق فريق العمل وحق بنك البحرين التنمية ككل اليوم احنا حصلنا على خمس جوائز من مكانين مرموقين أسمى مرموقين مثل ما ذكرتي Global Banking and Finance and International Finance حصلنا على خمس جوائز تضمن منها كأول بنك في ابتكار في حلول الرقمية كمنصة رقمية فيها خدمات مختلفة كبنك رائل توفير الخدمات المصرفية للشركات الناشة والمتوسطة وكذلك تمكين المرأة في سوق العمل طبعاً هاي كل هالجوائز اليوم تدل على انعكاس وهمية دور البنك لدعم هاي الشركات الناشة والصقيرة والمتوسطة بالنسبة للمنصات الرقمية أو منصة التجارة بالتحديد لو تحدثين عنها طبعاً منصة التجارة أحدى المنصات اللي قريبة لأنا شخصياً هي المنصة الأولى من نوعها في مملكة البحرين تهتم بتوفير حلول مصرفية أو قرض بسيط أو تمويل بسيط ما يقارب حوالي 15 ألف دينار في مدة زمنية قصيرة ومن غير أي ضمانات فصاحب العمل أو صاحب المؤسسة والشركة يمكن يدخل على منصة تجارة من خلال هاي المنصة يقدم على طلب حق تمويل بسيط وفي خلال ما يتعدى ثلاثة أيام يتم الموافقة طبعاً هي تعتبر المنصة الرقمية اللي من نوعها في المملكة اللي يتوفر من هاي الحلول اليوم تحت منصة تجارة احنا ما نعطي بس حلول مصرفية اليوم نعطي خدمات مختلفة اليوم لرائد الأعمال أو صاحب العمل يقدر تخلع على المنصة ويتابع جميع عملياته وجميع الحسابات المصرفية من خلال منصة واحدة فيها خدمات مختلفة ويقدر تكون عن طريق زر أو عن طريق الموبايل نعم أستاذة يعني فيما يخص المستقبل كيف تخططونا للحفاظ على هذا الأداء المتميز للبنك؟ طبعاً هاي تحدي بس هو تحدي جميل يعطي حس المسؤولية حق الفريق ويعطي حس المنافسة للفريق يعني مجرح نحصلنا خمس جوائز هذا يدافع أن الفريق أنه يقدم الأفضل عندما يقدم الأفضل هو يقدم الأفضل للزبون يقدم الأفضل لسوق العملي ويقدم الأفضل للحلول المصرفية الموجودة للبحرين يمكن أن تلمثل ما لحظتي إحنا من فترة بسيطة على أن نتائجنا الحمد لله حققنا 7% أفضل من السنة التي طافت وهذه ينعكاس على الخطة أنها دقيقة إنعكاس على الحلول التي نقدمها سواء حلول مصرفية تقليدية أو حلول مصرفية رقمية ومنصة التجارة من ضمن هذه الأمور وإحنا بإذن الله نسعى أن نحن حقق سنة 2024 نقدم حلول مختلفة وننافس على جوائز مختلفة الأستاذ دلالغيس شكرا جزيلا على حضورك الله يسلمك وشكرا شرف لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر